ازايكم عامدين ايه? ورجعت لكم تانين من هذا بشرح هيرو جديد وهو فريا. فريا هيرو بطل قوي جدا. وصحلة الاستخدام جدا. لكن محتاج تركيز فركز معي علشان تقدر تفهمها كويس. بس انت افهمها كويس مني وان شاء الله هتعرف تلعبها حلوة قوي قوي. ويلا بينا كالمعتاد نبدأ بالبس باول حاجة. اول حاجة لو لاحظنا اني فريا ما عندهاش البار بتاع المانا. لكن عندها بار اجرام سماوية. يعني هي كل ما بتدرب دربة من درباتها الاساسية بتكون نجمة من النجوم للصفر دول اللي هو في بار الاجرام السماوية. والست نجوم دول او الست ا اجرام سماوية بتكونهم من كل دربة اساسية هي بتدربها. والاجرام السماوية دي فايدتها ان هي بتقوي الدربات بتاعت فريا او المهارات بتاعتها. والجزء التاني من البسف بتاعت فريا انها بتديها مع كل مهارة هي بتستخدمها بعدها على طول سرعة هجوم على العدو بتاعها. بمعناه اني كل مرة هتستخدم فيها اي مهارة من مهاراتها وتيجي تدرب اني بتاعها او اول دربتين السيتين. درباتها من غير اي مهارة هيكونوا اسرع في الاتاك بتاعها او في الهجوم في سرعة الهجوم. ويلا بينا نبدأ المهارة الاولى لفريا. وفي المهارة الاولى بنقي فريا سحبة الانيمي بتاعها كلهم في مركز دايرة زغير. وبتعمل لهم وكمان بتدمجهم دمجة عالي. طبعا هنا انا عايز اقول لكم حاجة لاني البسف كانت مدفعة لو شغالة. فحنلاحز اني ضرارها على الانيمي بتاعها كان عادي. لكن اول ما بينتين البسف بتاعها فبنلاقي اني المهارات قوتها قلت. كمان عاوز اقول لكم حاجة ان هي كل ما بتستخدم المهارة بتاعيتها بتسحب نجمتين من النجوم. وبعد كده قوتها بتضعف فلازم تدرب اي حاجة وتفعل البسف مرة تانية علشان تبقى ضربتها قوية تاني. ويلا بينا نبدأ المهارة التانية. وفي المهارة دي فريا بتعمل داش في اتجاه الانيمي بتاعها وبتسبب لهم درر عالي. وكمان بتعمل لهم تبطيق. لكن لازم نركز في حاجة كويس قوي اني احنا لازم نستخدم المهارة دي واحنا مفعالين البسف. لكن لازم نخلي بالنا ان البسف تكون متفعالة في المهارة دي. لان زي ما قلنا البسف بتديها اوة تاني حاجة اني احنا قلنا ان المهارة بتضعف بعد ما البسف بتنتهي. فهندتر اني احنا نضيع وقت في اني احنا نقعد نجمع في الاجرام السماوية. طب وليه بقى احنا لازم نجمع من الاول النقط بتاعت الاجرام السماوية علشان نضمن اني احنا نكسر بالتين فايت. لان في الدربة التانية بتاعت فريا بتدرب اربع ضربات متتالية. تلات ضربات عاديين. والدربة الرابعة بتعمل كنوك اوب في الهواء للانيمي بتاعنا. فلازم نخلي بالنا ان الاجرام السماوية تكون كاملة. صلا بينا نبدأ في المهارة قصة. وفي المهارة دي بمجرد اني فريا بتستخدمها. حتى لو كان عندها زيرو من النجوم بتاعت الاجرام السماوية. بتكمل لها كل النجوم بتاعت الاجرام السماوية وبتفعل لها الباسف. كمان بتديها شلد ضد الدرب اللي هي هتاخده. ويخليها تمتص الدرب ده. وبيديها تلاتين نقطة درر جسدي اضافي. كمان بيوسع لها المجال بتاع الدرب بتاعها بيخليها تضرب على مدى بعيد كل الدربات العادية حتى بتاعها اللي هو الدربات الاساسية. يعني بيخلي ان الموضوع يكون صعب شوية ان الانمي بتاعها يهرب لك. وبكده احنا خلصنا كل حاجة عن فريا. ما تنسوش لايك والشير. واشوفكم فيديو جديد مع هيرو اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة